على باب سفارت كندا يلا بي اه بتاعت ابليس دي فهو الراجل بيقول لي على باب سفارت كندا لمحت ابليس وفي ايده استمارة بقول له ايه على فين قال لي بص يا هجرة يا اعارة انا كفرت ولاقيش معك سجارة يا راجل انا خلاص لا بقيت وسواس ولا خناس ولا ليعيش وسط الناس خلاص بقال سبني معاطل وانتو بتعرفوا تقلبوا الحق باطل وتقتلوا وتقاتلوا وتسلكوا القاتل وما فيش مشاكل خلاص انا مسافر بهاجر يا راجل ده انا بقيت اوسوس بالمقلوب اقول له الحرام انت مش هتوب يعني انت هتعمل كل الزلوب لوحدك وانا ابليس اشتغل ليه اشتغل ليه واعز ولا كمساري فوتوبيس يا راجل ده انا خلاص زمان كنت عد انسى بس استنى حد ينسى وبياكل لقمته دلوقتي بصراحة كل اكلكه ملوس والواحد بيخاف على صحته ده مفيش ضمير اساسا عشان اموته يا راجل ده من كتر ملطاشت معايا مشيت مع الناس اللي بتقول كفاية وورده ما بيش مهد بيش مهد انا بيش مهد انا بيش مهد انا بيش مهد تا منين الفكرودياستو